اشتركوا في القناة وفي الأغلبية وخاصة أغلبية المزارعين كمان مش سمعين بهذا الموضوع وهو نحن بنسميها الزراعة التعاقدية أو contract farming وهن راح نحكي أكثر بموضوع التربية التعاقدية منطق الزراعة التعاقدية أو التربية التعاقدية هي وقتا بيكون في عندي أنا main investor شخص متمول أو ممكن تكون شركة أو يكون investor بيتعاقد مع مربيين مثلا حيوانات أصغر أو مثلا معامل أصغر بطريقة أنه يسكر سلسلة القيمة كمان سلسلة القيمة شو يعني؟ في كتير مشاهدين بيسمعوا على التيفي سوشال ميديا شيء اسمه value chain ايه؟ الفاليو تشين هي إذا ما نعطي مثلا للقلبين والأجبين الفاليو تشين هي بتبلش من عند المربي اللي عنده هالأبكار مظبوط قبل في عنده التاجر بيجيب منه علاف الأدوية البيطرة المعدات تبع المزرعة في أمراض في كل شيء هو أنه مثلا كيف عم نحلو بالحالين وكيف عم ننقلو على المعمل وكيف عم نصنعو كيف من طعمين كيف نهتم فيه مظبوط وآخر شيء كيف يوصل للمستهلك هادي هي سلسلة القيمة أو ال value chain عم نشوف السور ولا هادي بس بس يكون في اتفاق بين راح نقول تعاقد businessman أو entrepreneur مع المزرعين هون بالباكراون في عندي معمال علاف هاك بيكون شكله معمال العلف فهيدي هي سلسلة القيمة منبلش مثلا نطلع بالمواد الخام اللي بده تفوت على المزرعة من بعدها بيطلع من عندي أنا الحليب كيف ينقل الحليب وكيف بيروح على المعمل وكيف بيوصل على ال retail على السوبر ماركت أو على المطعم وكيف المستهلك بيستخدمه فكرة أنه نعمل زراعة تعاقدية هي نلقت هادي السلسلة كلها سوا بدلا ما يكون هادا المزارع بلبنان مثلا هو صغير عنده ثلاث أربع بقريت ما أنه قادر يجيب بيطريه ما أنه قادر يجيب علاف بسعر جيد ما أنه قادر ياخد تسهيلات من المصارف من الأزمات إذا نشر من عنده أغلى إيه رح نشر من عنده أغلى وهو رح يكون عنده مشكلة بالإنتاج بس إذا هو تعاقد مع شخص رح نقول متمول أكبر أختصاصي ساعتها هم رح يأمله سلفة ليعطيه العلف ويعطيه الأدوية ويأخد منه الإنتاج إذا بدي أعطي شوية ووقتها فيه كتر يعني الأبقار يقدر يكتر أكيد يصير عنده أفانتاج وخبرة يقدر يكتر الأبقار الفكرة ليش فكرة الزراعة التعاقدية هي شغلة جيدة وسليمة بلبنان وهي إحدى الحلول دائما منقول أنه في مشاكل في لبنان لازم الدولة تدعم العلاف تثبت تثبت في لبنان وفي عنا إكزامل حي هلأ رح أفسر الإكزامل بس بدي أقول أنه في لبنان في عنا مية وثمانة وخمسين ألف مربي أبقار وأغنين في لبنان هاودي لحالهم كيمة مضافة يس هاودي تسعة وثمانين بالمئة منهم عندهم أراضي زراعية ما بيعرفوا يزرعوها يعني بيكفي حدا مستثمر شو يزرعوا شو يزرعوا كيف تا يستفيدوا بتربية الحيوانات يعني بيكفي شخص مستثمر يقدر يعمل كونترا مع هالمزارعين يأمن لهم حقوقهم وهو كمان أكيد بدوا يبغي الربح هيدا بتكون الشغلة سليمة جدا لبنان بحاجة نحن 30 بالمئة عنا اكتفاق زيت بالحليب وخمس بالمئة اكتفاق زيت باللحم يعني عنا أوبورجيتي كتير كبيرة ليش نستورد دايما لأنه ما عنا تربية كافية لأنه نحن كلفة الإنتاج عنا عالية قطعنا بفترة نلحق الاقتصاد الاقتصاد الريعي والتجارة ولا مرة نبشنا على الاقتصاد اللي هو مستدام الزراع هي اقتصاد مستدام فهلأ بلشنا نتبه انه نحن ما عنا اكتفاق زيت بالحليب ما عنا اكتفاق زيت باللحمة بقى اذا نفتح مزرعة حليب بلبنان او مزرعة لحمة بالمبدأ بتمشي اذا في حدا انفستر بيزنسمان بده يفوت بهيدا المجال مش ضروري هو يفتح مزرعته كله يعني يقول انا اوكي بدي اعمل 3000 فراص بقى روحوط ملايين دولارات بيقدر يعمل كنتراكتنج مع مزرعين اصغر عندهم هنه خبرتون هنه بيامنولوا الانتاج وهو بيربط السلسلة الكيمة اللي كنت عم بحكي عنا قدي المنموم الكانتتال بقر لازم يكون عنا تناعمل هيك ما في قاعدة هلا نحن نحكي تجاريا ايه منقول اذا الواحد بدي يبلش هلا عم يسمعنا وفكر انه بنعرف احجام القصص بيقولوا بلبنان الشخص اللي عنده بقر بيكافو لا يعيش هو عائلته اذا كانوا اربع افراد يعني الحليب بيبيعوا بيعمل حليب قلبان اجبان بيكافو بس نطلع للعشر بقرات بلشنا نحكي تجارة بس نطلع للميت بقرة بلشنا نحكي اكيد بمعمل يعني ممكن اللي عنده ميت بقرة يصير عنده معمل قلبان واجبان واذا بنا نعرف هالماركات الكبيرة بلبنان معروفين بالسوق هاودي الكبار هاودي عندهم بحدود 3000 فراص بقر تيكون عندهم يغطوا السوق اللبناني كله بكل المنتجات ويقدروا يصدروا لبرا باعتباره انه الزراعة التعاقدية لازم تكون على القليلة متعاقد مع اشخاص عندهم ما يوازي الالفين لالفين وخمسمائة ثلاث بقر يعني مستثمر كبير يقدر يفوت على السوق اللبناني خلينا نحكي شوي عن الغلاء غلاء الاسعار ومن ماركة لماركة شو بتفرق ليش ليش هيدي اللبنة حقه 150 وهيدي حقه 100 ازا اشترينا اللبنة يلي حقه 100 اقل كواليتي من يلي حقه اكتر راح اشترحوا نهاري فصل لنا شوي لانه هلأ هيك يعني الوضع شفنا كتير قصص على السوشيال ميديا وحتى نحنا الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن القلبين والأجبان وقلنا انه عم بيصير في غش ايه؟ ايه؟ المشاهد بده يعرف اذا كانت كيلو اللبنة اللي عم يشتري حقه تحت الـ 100 ألف هيدا منه لبنة شو بحطه فيه ستارج؟ اه فيه طريقة حكينا عنا من من الأسبوع الماضي انا مكنت وقتنا مش هنالك عم بسير نحط او يو دي يعني اذا حدا عنده بالبيت هلأ مركة تجارية بتا دين اللي هي بالفرماشية ندفت لبنة بنحط معها الو يو دي اذا بقي لونة بني بيكون فيها حليب على الحل اذا تغير لونة للأزرق للكحلة مثل كنستي انا بيكون دخلها نشا هلأ عم بي باي ريجوليشن بيحق له حيلا معمل ينتج اللي بده ايه بس ما بيحق له يسميه لغني بديه يقول مستحضر الغذائي متان مكون من هيدا فيه بالسوبر ماركت اللي عم بيخوف اكتر بس الطعمة بيجيبوها للطعمة لانه هلأ بالفود انجينيرين نحن نحط اللي بدنا ايها هلأ عم بيصين هيدا الغش كتير ننتبه انه اللي عم نكلهم ورخاص أرخص من المنطق ما اليوم كلفة انتاج الليتر الحليب هو 0.6 دولار انا هيدا الليتر الحليب اذا قطعته لبنة اخر شي رح يترك لي يمكن انا مني خبير فيها بس يمكن يترك لي 200 جرام لبنة يعني الكيلو لازم يكلفني كيف مكان ما بعرف بدي يكلفني على القليلة 100 ألف ليلة تصنيعه ألا بعد عنا دقيقة شو لازم تعمل الدولة شو لازم تعمل الدولة بدي يقول الدولة لازم تشدد الرقابة على القليلة تشدد على التسمية تبعول المنتج انه ما تخلو اسمه لبنة قولوا هيدا مستحضر غزائي من شي تاني والمستهلك بيستهلكوا والشغل الأهم هي انه ارجع وصر حفز على الشي الاسمه الكونتراكت فارمي لان ارجع على الموضوع الاساسي انه المستثمرين الكبار يكون عندهم ثقة بالمزارعين اللبنينية عندنا سروة حيوانية بيقدروا هن يستثمروا فيها ما بيحطوا رسمالي كتير كبير والمزارع كمان ما بيضطر ينكسر هيك بيكون في عندي انا تكملة كاملة لها الفاليو تشين تبع القلبين والأجبال انا برزق خميل بيتر بيتر حيواني تانكيو عا كل هالمعلومات هابا بلاست ويكند مشاهدينا وقفة انا برجع بشوفكن على 11 ونص مع الشيف بيار بي واتس كوكينج